هذه أبرز العناوين والد إليس شاعر كنشكر المنتخب المغربي لأنه أعطى الفرصة لولدنا يكون في كاس إفريقيا هذه شي حاجة كبيرة بزاف خبرا عاجل فوز القجع يطير بشكل عاجل إلى الكاميرون ويفاجئ لاعبها المنتخب المغربي لهذا السبب وسط أجواء مرحة خليل الزاتش يستعرض مهارته في تدريبات المنتخب الوطني والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس والد إليس شاعر كنشكر المنتخب المغربي لأنه أعطى الفرصة لولدنا يكون في كاس إفريقيا هذه شي حاجة كبيرة بزاف عبر والد الدولي المغربي إليس شاعر صنع ألعاب المنتخب الوطني عن صرورهم البالغ بمشاركة نجلهما في نهائية بطولة كأس أمام إفريقيا الكاميرون 2021 مشيرين إلى أن النجم كوينس بارك لانجارز كان يخشي الغياب عن المحفل القاري بعد الإصابة التي تعرض لها قبل بضعة أسابيع وقال والد الشاعر في مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي كنشكره للمنتخب الوطني بزاف لأنه أعطى الفرصة الإلياس بشي يلعب معه في كاس إفريقيا هذه شي حاجة كبيرة بزاف هو فرحان واتحنا كذلك هو أضاف في المباراة الأخيرة دياله مع فرخته كوينس بارك تعرض للإصابة وكان خايف ما يشاركش في المنافسة القارية ولكن مشينا عنده الإنجلاتير وحاولنا ندعمه نفسيا وذهنيا والحمد لله الآن هو حاضر مع المنتخب الوطني والسفر الشاعر فقط أصد الأطلس إلى الكاميرون وخاض مع المجموعة كل الحصص التدريبية التي أجرتها بالعاصمة يوندي استعداد للمباراة الأولى أمام المنتخب الغاني يوم الاثنين القادم برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الثالثة ويعد الصاحب الأربع والعشرون عاما من الأسماء التي يراهن عليها الناخب الوطني وحيد خلل زيتش في المسابقة القارية بالنظر إلى قدرة على المساهمة في التنشيط الهجومي من خلال التمريرات والتسديدات وكذلك المراوغات خبر عاجل فوز القجع يطير بشكل عاجل إلى الكاميرون ويفاجئ لاعب المنتخب المغربي لهذا السبب ينتظر أن يحل فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالكاميرون من أجل حضور كأس أمم أفريقية التي تنطلق يوم التاسع من يناير المقبلة وذكرت مصادر صحفية أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجع وعضو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيطير إلى الكاميرون قبل انطلاق نهائية أمم أفريقية المصادر نفسه أفادت أن فوز القجع ملزم بحضور أشغال اجتماعي المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي هو عضو بارز فيه إذ سينعقد قبل انطلاق أمم أفريقية ومن المتوقع أن يشارك فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حفل الافتتاح واللقاء الأول للمنتخب المغربي أمام غانا ثم يعود إلى أرض الوطن وسط أجواء مارحة خليل الزيتش يستعرض مهاراته في تدريبات المنتخب الوطني نشر الحساب الرسمي للمنتخب المغربي عبر الإنستغرام جانبا من أجواء التحضيرات التي تخوضها العناصر الوطنية تأهوبا لدخول غمار منافسة كأس إفريقية للأمم بالكاميرون والتي ستنطلق يوم التاسع من يناير الجاري وتستمر إلى غاية السادس من فبراير المقبل وظهر النخب الوطني وحيد خليل الزيتش في مقطع فيديو إلى جانب بعض اللاعبين وهو يدعي أبو الكرة في أجواء مارحة تعكس المانوية الجيدة التي تتحلى بها المجموعة وكان المنتخب الوطني قد أجرى حصة تدريبية مساء أمسا الثلاثاء أركز فيها وحيد على الجانب البدني من أجل السئنة اللاعبين بالظروف المناخية المتوجدة بالعاصمة الكاميرونية يا ويندي جدين بالذكر أن المغرب سيقص شريط مشاركته في الكن بملاقات منتخب غانا يوم الاثنين القادم على ملعب أحمد أهيدجو انطلاقا من الساعة الخامسة مساء صحيفة أغ أمسا الفرنسية عن إجراءات الجامعة الاحترازية مع الوقت سيتضح أن نظرتهم سليمة تفاعلت صحيفة إيرامسا الفرنسية مع الترتيبات التي قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرسي القدامة حرصا على سلامة لعب المنتخب المغربي من الإصابة بالوباء التاجي طيلة مقام المنتخب في الكاميرون استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 وارتأت بيتة المنتخب المغربي حمل خمسة أطنان من المعدات والمؤنى المرتبطة بالتغذية بالإضافة للمياه المعدنية ومواد التعقيم لتطهير فندق الإقامة فضلا عن أفريتة لنوم اللاعبين وكل أفراد البيعت بالإضافة إلى طاقم متكامل يتكفل بالطبخ ومساعدين سيشتغلون في الفندق بدلا من العاملين الأصليين الذين سيحالون على الإجازة مؤقتا وفي تعليقها على الأمر كتبت صفحة الموقع المذكور على فيسبوك بخصوص الإجراءات الاحترازية التي قامت بها بيتة المنتخب المغربي في الأوقات العادية نعتبر المدرب وحيد أحمقا لكن مع مرور الوقت يمكننا القاولة أن نظرته صائبة ومن المعلوم أن الجماهير الأندية الفرنسية التي قادها الناخب الوطني كانت تنتقد وحيد خلوزاتش فيما يخص صرامته مع اللاعبين وحرصه الشديد على كل تفاصيل المتعلقة بالفرق التي دربها يذكر أن المنتخب المغربي قد حط الرحال في الكاميرون أول أمس الأحد في رحلة مباشرة امتدت لست ساعات علما أن القرعة أوقعته في المجموعة الثالثة إلى جانب جزر القومر ألغابون وغانا التي سيواجهها في العشر من هذا الشهر هذه حقيقة غياب انصير عن الأصود في الكاميرون بسبب كورونا كشف مصدر خاص عن حقيقة غياب الدولي المغربي يصفان صارعا للمنتخب الوطني في الكاميرون استعداد للمشاركة في نهائية كأس أمم إفريقية بسبب إصابته بفيروس كورونا مشيرا إلى أن اللاعب سيلتحق بالمجموعة هذا المساء وأفد نفس المصدر أن نصيري أصيب فعلا بفيروس كورونا الأسبوع الماضي وظل في المغرب لاتباع البروتوكول الصحي المعتمد بتنسيق مع الطاقم الطبي للجامعات الملكية المغربية لكرس القدم لكن التحاليل المخبري التي أجرها في الساعات الماضية أتبات التعافيه تماما من المرض وحسب نفس المصدر فانصيري سيلتحق بالمجموعة في يوندي هذا المساء وسينتضم في التداري بحسب تعليمات الطاقم الطبيع والتقني للأصود جدينا بالذكر أن المنتخب المغربي كان قد حط الرحال في يوندي الأحد الماضي والسأنف يوم أمس تداريبه استعداد لنهائية كأس أمم إفريقية وتنطلق فعاليات البطولة يوم الأحد المقبل على أن يعب أصد الأطلس أول مباراة لهم في دور المجموعات يوم الاثنين المقبل أمام المنتخب الغاني ودية المغرب وبوركنافاس مهددة بالإلغاء لهذا السبب يخشى المنتخب المغربي لكرة القدم من تفشي فيروس كورونا في صفوف لاعبه وقد يضطر إلى إلغاء المباراة الودي أمام نظره البوركنابي والمزمع إقامته هذا الأسبوع وأعلن منتخب بوركنافاس عن إصابة ثلاث لاعبين بفيروس كورونا وهم إصوفا دايو ودارمانيكام وكلياني كاما فيما ترجح التقارير إصابة العديد من لاعب المنتخب البوركنابي ممن خلطت ثلاثية المصابة وكان مدارب المنتخب المغربي البوسني وحيد خللوزاتش قد فرض السيرية التامة على تدريبات أصول الأطلس خاصة بعد إلغاء المباراة الودي التي كان من المفترض تنظيمها الجمعة الماضي في ملعب ملعب ضلاف الرباط أمام منتخب الرأس الأخضر وبعد انتشار أخبار إلغاء ودي أسبوركنافاس فإن المنتخب المغربي قد يخوض غمر منافسة كأس أمم إفرقية بالكاميرون المقبلة من دون لعب أي مباراة استعداد للمرة الأولى في تاريخ مشاركته بالمسابقة ترجمة نانسي قنقر